السلام عليكم مشاهدينا أجواء ممترى لا يتميز جل المناطق الشمالية لذا هناك نشرية خاصة تفيد بتساقط أمطار معتبرة تروح بين 25 حتى 40 مليمتر محليا كما نشوف في الصورة تنبيه من الدرجة الأولى على بعض المناطق الغربي والتنبيه من الدرجة الثانية يخص جل المناطق الغربي وحتى المناطق الوسطى وصول إلى غاية المرتفعة الداخلية الشرقية الوضعية الجوية ان شاء الله ليوم الاثنين نبدأ بصورة القمر الاصطناعي ويتبهينا تبقى دائما تمركز من مرتقع كل منخفض للضغط الجوي وسحب كثيفة اضطراب جوي يخص دائما المناطق الغربي وحتى على الجنوب الغربي الرياح ان شاء الله اليوم الاثنين تبقى دايما الرياح قوية كما نشوفه في الصورة على أغلب المناطق الشمالية والجنوبية ونتلحق صورات حتى 60 كم في الساعة وهذا على السواحل الغربية والوسط تلحق حتى 50 كم في الساعة على المناطق الشرقية وحتى على المناطق الداخلية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية أجواء كذلك رياح نوعا ما قوية على الجنوب أجزائي ونتلحق زوابع رملية تنشط بكثرة ونتلحق صورة تحت 50 كم في الساعة فيما يخص الوضعية الجوية كما نشوفه في الصورة تبقى دايما الأجواء الممطرة والغير المستقرة تميز أغلب ولايات الوطن مع الصبيحة مع تساقط لثلوج أولى الثلوج إن شاء الله المرتفعة الداخلية الغربي وحتى بعض المرتفعة الداخلية الوسطى أجواء بالجنوب والجزائي تكون مستقرة نسبيا مع بعض السحب نوعا ما تكون كثيفة وهذا على شمال الصهو حتى على منطقة الصورة فيما يخص درجات الحرارة إن شاء الله لنسجلوها لصابحة الاثنين مع الاضطراب الجوي ونسجلوا درجة واحدة تحت الصف وهذا بمنطقة البيض درجتين فقط نسجلوها بكل من منطقة الجفتية تحت النعمة ومشريط 6 درجات بلغوات 6 درجات بمنطقة باتنا 5 درجات بكل من من دينة تصطيف وبرج بوهيد 7 درجات هذا الخط الرابط من بين منطقة الجزيرة عاصمة بومردس وسنينغاية تيبازا نفس المقياس تيزيوزو 9 درجات بوهران 4 درجات ببشر 12 بيتندوف نسجلو 17 درجة بمنطقة أدى 22 درجة بعين صالح و14 درجة بمنطقة تمانراس الوضعية الجوية إن شاء الله لظاهرة الاثنين مع هذا الاضطراب الجوي نبقى دايما نعيشه تحت تأثير عدم الاستقرار وتبقى دايما الأجواء ممطرة ورعدية على المناطق الوسطى وهذا الاضطراب الجوي يتنقل تدريجيا مساءل الاثنين إلى المناطق الشرقية حالة الاستقرار يكون مؤقت إن شاء الله حيمس بمدية الأمناطق الغربية بالجنوب لا تغير في الوضعية الجوية تبقى دايما الأجواء مستقرة نسبيا مع زوابع رمنية تنشط بكثرة وهذا على وسط الصحراء وحتى على الجنوب الغربي درجة الحرارة القصوى لإظاهرة الاثنين مع الموجة الاضطراب الجوي درجة حرارة منخفضة وينت الحق حتى 13 درجة نسجوها بمدينة باتنا 11 درجة بكل من مدينة السطيف نفس النقيس بقسنطينا وبرج بوريش لحق حتى العشر درجة فقط وهذا على الخط الرابط بين مدينة الجل فتيات وصولين غاية النعمة مشرية والبيض 16 درجة بمدينة وهران 17 بمدينة نسجوها بالجزاء العاصمة بومردس وتيبازة 20 درجة بانباس 16 درجة وذلك ببشر 24 بيتين 28 درجة بعين سلح 27 بغردية و25 درجة بمدينة ورقلة الوضعية الجوية على سطح البحر يكون مضطرب إلى هائج وهذا على طول الشريط الساحلي سرعة الرياح تلحق حتى 70 كم في الساعة لذا الحيطة والحذر مطلوب فيما يخص اتجاه الموجة اليوم الاثنين ستكون شمالية شرقية على السواحل الغربية تكون من غربية إلى شمالية غربية على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الشرقية الرؤية متوسطة وعلو الأمج يلحق حتى 3 أمتار فيما يخص الوضعية الجوية إن شاء الله اليوم الاثنين وكذلك ثلاثة والأربعة بولاية غرداي أقول حالة استقرار وصفة ميزة مع درجة تروح ما بين 6 إلى 11 درجة خلال الصابحة وما بين 17 إلى 22 درجة خلال الظاهرة نختم نشرتنا الجوية لنعار اليوم بمال شروق ووروب الشمس وهذا لخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن هكذا نحقق لختم نشرتنا دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم اشتركوا في القناة